السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مشاهدي الكرام بهذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج برنامج مساكن مستغرة اعتدنا في كل حلقة من هذا البرنامج أن نقف على الحقوق والواجبات في الزواج وكذلك أيضا على مفاتيح السعادة على أن في هذه الحلقة سنقف معك عزيزي المشاهد على كثير من الأسئلة التي وردت لهذا البرنامج عبر حسابنا في الانستغرام هذه الأسئلة أسئلة الجمهور التي سنقف بإذن الله حتى تكون هذه الأسئلة وأجوبتها من قبل ضيفي الدكتور راشد العليمي تكون بإذن الله الوافية والكافية والشافية لكل المشاكل الزوجية كونوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل حياكم الله مشاهد يا كرام ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل وأرحب بضيفي الدائمة دكتور راشد العليمي حياك الله الله يسعدك يبارك فيك وزاك الله خير على هذه الصدافة الكريمة بارك الله فيك عسى الله يطول عمك دكتور اعتدنا دائما معك ومن خلال حلقاتنا نتحدث عن كثير منها هي طاعة الزواج وكذلك أيضا المهارات الحياتية بارك الله وكذلك أيضا المفاتيح لهذا الزواج والسعادة وكل ما يخص هذه الأسرة ألا أن في هذه خصصنا بعض الحلقات لرد على أسئلة أخواننا المتابعين وكذلك الجمهور وكل من يعاني لديه بعض الاستفسارات وكذلك أيضا بعض المشاكل التي يقع فيها بعض الأزواج هناك سائلة تسأل دكتور في هذه الحلقة الأخت خديجة تقول تقدم لي شخص للزواج والكل يمدح فيه من جميع النواحي لكن فارق العمر بيني وبينه كبير فهو يكبرني بخمسة عشر سنة أحتاج نصيحتكم بداية الحمد للعرب العالمين وأصلي وسلم على النبي الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابتي أجمعين ومن تميهم إحسان يوم الدين أما بعد للأخت السائلة لما تقول أن سألوا عن هذا الشاب فوجدوا فيه المواصفات الجميلة الرائعة المباركة التي تؤهله كزوج من خاصة من قضية الدين الخلق السلوك وأيضا من قضية الاستحسان بالمنظر وأيضا أنه من عائلة محترمة ومعروفة ذات نسب وأيضا في قضية ماذا أن هذا الإنسان عنده ذات تلك الوظيفة التي تؤهل لقضية ماذا النفقة على الزوجة قضية العمر لما ذكرت على خمسة عشر سنة أنا ما أشوف أنها فار كبير جدا أنا ما أشوف إلا إذا هي لربما صغيرة جدا وهو كبير الآن خلنا نقول بينهم يعني فرضا على عمر خلنا نقول 40 سنة وهي أصغر منها خلنا نقول 30 سنة على سبيل المثال خبس 30 سنة هنا يكون الفارق نوعا ما شنو كبير جدا لأن ماذا سوف يتقدم به العمر وهي إلى الآن في صباها وفي نشاطها لكن في الأقلب في العام إنما يمنع فبعض الناس يتخوفون يعني أن يكونوا نشانو قريب من عمرها أنا دائما أنا أنصح هذا من نهجة نظري الشخصية وليس شرعية أو قانونية أن يكون هناك فارق في العمر حتى لربما يصل إلى عشر سنوات حتى بالتفكير ما يصيد سيدان دكتور صعب جدا نحن نقول التفكير ما هو التفكير نحن طلعونا قضية أن يكونوا نشانو بينهم توافق فكري شنو التوافق الفكري؟ لربما هو خرج علمي وهي خرجت عدبي وين التوافق الفكري؟ هي تحب الروايات وحبش أن يقرأ كتب فلك وين التوافق الفكري؟ خنكون واقعيين نحن نتكلم أنا لما أدخل بيتي أنا لو من علماء الفلك راح أقطع العلم وين هذا؟ ترى وراي هي لربما طبيبة أسنان علمها وين راح تحطه؟ تخلي بره لس يمكن تمنعني أكل حلويات والحلو منها كلام الحلو هذا زين؟ القضية أنا أريد إنسان له تأهيل زوجي له إدارة على بيته وهي كذلك أيضا نريد أن نتعاون في تربية الأولاد نريد قضية التوافق الفكري أن في مسرح الحياة هو صاحب مسئولية لما نسأل عنا في بيته وفي بيته طبعا عند أم وأبو عند أخوانه راعي مسئولية وراعي اهتمام وعند ربعة وبالدوانية وبالعمل وهي كذلك هذا هو التوافق الفكري الذي يؤهل ويخدم الأسرة بارك الله فيك طيب دكتور السائل ناصر يقول أعجبتني فتاة فأحببت تزوجها جميل و اللي يقول اللي عرفت أن أمها مشهورة في التواصل الاجتماعي جميل فغيرت رأي جميل هنا أول شيء بالبداية يقول أنا أحببت فتاة أنا أول شيء اللي ملاحظة على قضية ويمكن قلناها مع حضرتك في حلقات ماضية ليل الحين ما في حب هي قضية إعجاب قضية يمكن تواد قضية استلطاف قضية قبول شفت الكلمات كلها لا تؤهل بمعنى أن هذه البنت الآن تصلح لك زوجة إنما هذه مثل ما يقول مقدمات تأهيل تمهيد لقضية أن أنت الآن تتقدم وتسأل عنها الآن هو سأل عنها وعرف أن أمها مشهورة القضية أيضا شنو حدود الشهرة لأن أحيانا الآن بالعرف عندنا خاصة بالعرف الكويتي أنا نحن مو قضية أني أشجع ولا أرفض قضية أن بعض الأخوات يطلعون في قضية طبخ في قضية نشر إعلانات في تواصل اجتماعي لأمور خيرية دعوية فهنا خلنا نحدد هذا الأمر من ظهورها في وسائل التواصل الاجتماعي شنو الأمر عليه هل في مخالفة شرعية هل في مخالفة عرفية هل في مخالفة قانونية هذا الكلام اللي الواحد لازم يعرفه وإلا قضية أن بعض الناس عنده مصطلحات يسمونها شنو فظفاضة تحتم الحق تحتم الباطل خلنا نستفصل شنو تظهر في وسائل التواصل لأن الآن صار شنو بعضهم حتى لو تطلع شنو يتقدم طبخ على سبيل المثال هذا الأمر أجده أنه عند بعض الأخوات يطلعون وبلباس محتشم بأمر جميل جدا وأيضا للمقطع على الطبخ ويؤدون هذا الأمر فهنا خلنا نستفصل ونعرف حتى ماذا لا نتجاوز في قضية الرفض ويكون الأمر شنو ليس هناك علاقة بين شنو بين البنت على يعني ويا أمه ويا أمه على البنت الله يسلمك طيب دكتور السائل حمود يسأل يقول اتفقنا أنا وزوجتي على عدم الإنجاب أول سنتين من زواجنا حتى ندرس طباع بعض جيدا ولكن أمي أصبحت تتدمر من هذا الشي وتطالبني بالعلاج ومحاولة الإنجاب بماذا تنصحوني والله هذا الأمر نسميه الأم لها وجهة نظر والله يعينها وتفرح بالأحفاد خلنا نقول لكن هذا الأمر إذا زاد رح يسبب ماذا هم نفسي على الزوج مع الزوجة يعني جميل جدا أن تسألينهم هاي أولادي ولا يا بنتي تأخرت وسنة سنتين ثلاثة لربما عند الأم أو عند البنت أو عند الشاب قضية شنو الآن بدراسات عليا قضية جامعية قضية أن لربما بينهم في صير مرض عفوا يمنع قضية الإنجاب الحالي خلي شرحوا لهم شرحوا لهم ونسكت بعد ذلك نسكت لأن هذا الأمر طرح يسبب إزعاج وقلق نفسي إذا كان شنو أم الولد أم الأبن فالزوجة شنو من كثر اسمح لي يقولها الإصرار والحنة والتذمر والتشكي ولربما تأتي الحمة هذه الآن خالتها وطلح بنظرة لحمة حملتي شوف البنات عندهم اثنين عندهم ثلاثة يسبب لها ماذا بعد ذلك تأزم واحتمال راح تدمر البيت وهي لا تشعر بهذا الأمر فأنا أقول شنو استكتع عنهم قليهم لربما متفقين ما دام في اتفاق بينهم ما أحد لحق أن يدقل بهذا الأمر والجميل دكتور بأن السالح مودي يقول حتى ندرس بعض جيدا هذا الأمر يخصهم يدرسون عندهم دراسة عندهم مؤتمر هذا الأمر أنا أسميه قضية هموم التفقين عليه ما دام التفقين الطرفين بالتواد وبالتراضي بدون إصرار ولا بدون تعنت ولا بدون تسلط من أحد الأطراف شأنه أنا أقول ما أحد لا شغل في هذه القضية نهائيا أنا عرف آج من الشباب قالوا بعد سنتين نبني بعيال صار الأمر هذا بعضهم قالوا بعد ثلاث سنوات بعضهم قال بعد ستة شهر وأخذ الأمور لأنه ساعد في التأخير أنا ما أتدخل ما دام الأمر بالتراضي لأن الإنجاب شرعا وقانونا حق مشترك بين الزوج مع الزوجة لا يتفرد في أحدهما عن الآخر أو يتسلط أو يتعنت ما دام التراضي ما حد يتدخل في هذا الأمر طيب دكتور أيضا السائلة زينب تقول توفى والدي في عمر صغير وقام أخي الكبير برعايتي وعندما وصلت عمر الزواج صار يرفض كل متقدم لي ويدقق على أمور كثيرة كعائلة المتقدم كحالة المادية وغير من الأمور مما أخر في زواجي ما رأيكم بهذا الشيء هنا في قضية مهمة جدا لما ننتبه إلى أن بعض الإخوة من شدة الاهتمام وكثرة المراعاة وأن التدقيق يخاف على أخواته من كل شيء وهذا الخوف يولد لعنده عقدة ماذا؟ عقدة وجود إنسان سيسيء إلى أخواته فهذه الغيرة و الخوف و الرعاية سببت لماذا؟ تأخير و العضل على زواجهم فيحتاج إلى جلسة يحتاج إلى نظرة يحتاج إلى واحد يتدخل من كباراء العائلة العم الخال أو حتى منه ابن العم يتدخلون فيها القضية لأن ماذا؟ نخاف علي أن تصل لحالة مرضية فوبيا أن الأخوات ما سيصير فيهم؟ يدمرهم منه إنسان غريب أو لربما أو لربما الأخ هذا الكبير لما يرعي أخواته أحيانا اسمح لي أنظرها بنظرة سيئة بسوء ظن أحيانا شنو يدير ممتلكات الأسرة وأخواته يملكون و رثوا من أبوهم ما أدري الشراء تبارك الله كم مليون فيخاف أن شنو ذهننا يروح في غير مكبتنا يأخذ شنو من واحد غريب بعد ذلك فهنا ماذا؟ صار الأمر سيئ لربما هذا الجانب فإحنا لابدنا نجس مع الشاب و نشوف سبب الرفض و العضل منه لخواته رح نكمل دكتور ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدي الكرام كنوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل عدنا لكم مشاهدي الكرام و ضيفي الدكتور راشد عيم حياك الله دكتور بارك الله فيك شكرا جزيلا متواصلين معك في أسئلة الجمهور دكتور الله يبارك و يعيننا خير و إياهم السائل و لكن قبل ما أقوله لم شاخر يعني بعض الرجال عنده لم شاخر لكن يقول كل منه ينام بغرفة و ترفض زوجتي النوم عنده لأني أشاخر تظهر الله خير حلة المشكلة ترح أنه يعلمونا قضية أنه لابد أن الزوج مع الزوجة لابد أن يكونوا في فراش واحد هذا الأصل هذا الجمال أنه كل إنسان يتمتع بالطرف الآخر لكن لو كان هناك أسباب عندهم أنا عارف يعني قرأينا خاصة في الموضع لما تقراها بعضهم يقول شنو كل واحد بغرفة له لهدوء و أيضا لسكينة النفس و أيضا لربما أنا أقرأ لربما أنا افتح الليت لربما أنا أخلص بحثي و كل واحد ينام بغرفة و لربما من السبب اللي ذكرته أنه عنده الشخير هذا العالي يسبب شنو حاله للطرف الآخر شنو حساس نومه و حيانا شنو من أني أنا أفز و إلا أنا أقعده يعصب و يصرخ و ضيعت نومت عليه أحسن حل بهالجانب هذا أنا وجهة نظري كل واحد بغرفة ما يمنع بينهم العلاقة الجميلة عفن و لا حياء في التعلم يستمتعون و انتهوا منها شنو بعدين كل واحد راح راح إلى غرفته شنو الأمر هذا هني و وين لازعاتي هذا الجارب إلا إذا كان هذا الإنسان معظم شنو يبعاقب الطرف الآخر أنا ما اشتهيك أنا كذا و يروح بدون سبب لكن مثل هذه السبب صحيحة بعض الناس يعاني من اللي يسمونها أمراض طبية في الأنف عنده بالحنجرة أو شغلة معينة أو لربما عنده كحة مزمنة مثل أني سرى نعافي الجميع يعني زين هذا الأمر فلو نام و كل حق غرفة ما فيش كال فمثل هذا الأمر أنا ما أنظر له بنظرة شنو أنه كارحة لا هذه لربما معالجة و حتى بعض الناس يقول ترى أنا من عمر واحد مرة قال لي قال لي أنا ما عارف أنام على السرير من أنا كنت طالب جامعي أنا نم على الأرض حط لي مثل مطرح نسميه أو دوشق أو شغلة صغيرة و أنام على الأرض وين زوجتي فوقه على الفراش و ماشي حياتنا يناعم يقول ماشي من أبدع ما تكون و عارف أيضا و ناس آخرين يقول أنا والله أنا بغرفة وهي بغرفة كل أحد ما أخذ راحته أنا أشوف التلفزيون أو هو والله ما ينام بجر أو هو لربما الساعة عشر مطفي ليتاته نايم أنا لا والله و أدي أسه هذا الأمر ما دام بالتوافق و بالتراضي و أيضا ما سبب لهم حساسية و لأن قضية نشنه كأن هذا فيه نشوز أو كارهني أو شي أقول الله يوفقهم يكتب لهم الخير عزيزي طيب دكتور أيضا السأل عبد الرحمن يسأل ما هو حدود الاحترام بين الزوجين حدود الاحترام هو شي خلنا نفهم شنو تقصد بالاحترام يعني دائما المصطلحات إذا وضحت سهل النظر إليها و الجواب الاحترام هو أني أنا أتقبلك بما أنت عليه بمعنى أن أنت تحب هذا الشي أنا أتقبله أنت تكره هذا الشي أنا أتقبله أنت ما تجلس في هذا المكان أنا أتقبل أنت ما تحب هذه الكلمة أنا أتقبل تقبل الطرف الآخر بما يريد هذا هو الاحترام فالزوج مع الزوجة هو لربما ما يحب هذه الأكلة ما يحب التأخير ما يحب هذا الشيء وهي كذا فأنا أستجيب لها أهيلا ربما ما تبيني أتأخر أنا أستجيب هذا هو الاحترام ما أحب منها شغلة معينة اللي هي كثرة الإلحاح وأسكت هذا الاحترام فالاحترام هو إعطاء الطرف الآخر ما يريده بحيث لا يزعج كيان لا دين ولا عرف ولا خلق ولا أيضا سلوكيات عندي إذا حققنا هذا الأمر أنا أقول لك أنا أحترمك وأنت تحترمني الله يسلمك رح نطلع فاصل ونكمل دكتور بارك الله فيكم مشاهدي الكرام فاصل ومن ثم نعود عدنا لكم مشاهدي الكرام ولكن بعد هذا الفاصل حياك الله دكتور بارك الله فيك الله يحفظك وتعبناك بهذه الأسئلة هذه عسل الله طول عمرك نحن لتعبناك وقعدنا نستفيد أيضا من خبرتك دكتور الله يعيننا خير وياك عسل الله يبارك بي علمك و أفائدك لهذا السائل أم سالم تسأل زوجي بخيل جدا ولم أعد أطيقة من هذه الصفة السيئة هل أطلب الطلاق طبعا قضية البخل و الصفة الثانية الذميمة الكذب صفتان ما اجتمعت في إنسان إلا أفسدت عليه علاقاته مع الناس كذب كذاذب وبخيل أعوذ بالله السائلة الكريمة الآن تقول أن زوجها بخيل السؤال المهم جدا أنه جربته وصلت هذه القضية و الحكم بعد سنوات بعد أمور وأنا أعتب أيضا هذا الملفت لابد ننبع عليه أن بعض الأخوات أنا أعتب عليهم أنه شنو؟ بنجربها من أول يوم بخيل دابني نفسك بخيل أنت يصرفي بخيل وهو شنو؟ أنت يدفعي وتستجيب تستجيب تستجيب وتلبي و ما يدسر عن وصرتها ثم بعدها شنو؟ تتعب لتكتشف ماذا؟ أن زوجها حقيقة شنو؟ بخيل لكن من أول يوم أنا أنصح الزوجات من واجب عليه أن ينفق على البيت؟ الزوج فلا يختبرج ولا يجرب ولا يتحايل ولا يخادع والله في شيء بالكماليات في أمور البيت للولد يبي آيسي كريم لربما هذا يبي كرة أنت تشترينها هذا أمر طيب لكن أساسيات البيت أنا أتكلم شوف أساسيات حاجيات البيت من المناط به بالنفقة الزوج أحيانا بعض الأخوات تقول شنو بخيل جدا في قضية شنو ترى في الكماليات هذا مو بخل هذا اقتصاد أحيانا لما تقول لك سؤال أستاذ جابر سؤال عام زوجي بخيل جدا وما يعطينا عفوا بخيل جدا بشنو ما يسفرنا ما طلبنا مننا شيء بسنا بدنا سافر شنو جنوب أفريقيا شهرين بنقعد هناك نعم بخيل والله يقول له الله يزيق خير لا تنفق زوجي والله ما طلب مننا إلا يشتري لي سيارة شمغيبة سيارة بس كل السيارة خمسين ألف دينار ما طلبت لنا شيء أنا بخيل يرفض ما يحبني أقول له جزاه الله خير هذا البخل المحمود مع أنه كلمة بخل غلط لكن أنا نسميه زيني بخل علج لكن قيل لما يقول أنا ما عندي سيارة طلبت مننا سيارة بستة آلاف دينار السيارات الآن المعروفة والزينة ستة آلاف دينار وعنده وزوجي يملك معطني هذا هو شنسميه هذا هو البخل فهنا القضية القضية هنا لما تقول لك بعض الزوجات أنه بخيل يقول لك بخيل بشنو بأساسيات حاجيات أو بكماليات وأيضا لننظر هل هذا الزوج يملك أو لا يملك لأن أحيانا 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 بعض الزوجات تتهم والاتهم يكون موجهي لمن إليها الله يعافيها طيب دكتور السائلة اللطيفة زوجي سيء الخلق لا يبتسم ولا يرد على أي موضوع إلا بأسلوب شديد الحدة فماذا أفعل زوجها هنا الآن سيء الخلق ولا يبتسم ترى يصير جينات تصير جينات ليش ترى نشوف هذه الأسئلة تظهر الآن ونحن نرجع فيهم بالزمان إلى فترة الخطبة أحيانا لما يروحون شافوا الأب وشنو هي بزيادة علزهم في فترة خطبة لما دخلوا على الأب شافوا شنو بيتكلم معهم شنو بنظرة نعم شنو تابون هذه يعطيك مؤشر على أنه شنو هنا الأولاد احتمال شنو ياخذون ترى ياخذون نفس الأمر هذه ليست هيبة هذه أنا سميها جينات متأصلة فيهم أن هذه الأسرة فيها شنو أبوس فيها شنو سبحان الله الأمر العبس يعني أنا أتذكر كيف أن أحد الصحابة زي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان اسم الصحابة شنو حزن فقال الله نفس أنت سهل قال لا أنا حزن قال أنت سهل قال أبي سماني حزن الحزن شنو هو العسر اليابس شو بعض الناس شنو ما تقلت تأخذ مننا شيء إلى شنو صعوبة عسر هذا الإنسان فشنو نفس قال أنت كذلك فيقول بعد ذلك سعيد ابن المسيب ابن حزن شو أحد حفاظه قال فلا زال تلحزون فينا عسر يسير فيه فسبحان الله أنا سميها جينات فأنت أنت لما أخذت هذا الإنسان أخذت من بيته هلا وين فترة الخطبة ما قاعدتي وياه مستحيل أنه يطلع شنو يتصنع يمثل يبتسم و هو ما يقدر وإذا ما قلت قاعدة معه دكتور وهذا أخوى القلاط أستاذ جابر الله يحفظك يعني فترة الخطبة كاشفة انصح التعبير واضحة وانصح التعبير بقول فاضحة للإنسان اللي يقعد معه مرة مرتين شنو هني تطلع اللي فيه يعني فأنت لما قاعدتي معه أول مرة ثاني مرة قاعدتي طولت معه شو تشوفين فيه رجل مرح لطيف المعشر كلمات حلوة جميلة جدا وإلا شنو هني عسر ويطال حب شنو بنظرب أوامر نعم ليش كذا شصري هنا يبين وهذه الأنت لما تقول له هذا الكلام ترى هي شنو بعدين هل أنت حاولت بعد الزواج أيضا لأن أحيانا لا تشدين عليه بالكلام لا تلحين عليه لا تطلبوا منه بقوة خلي بالأمر الهيين الليين لأن أي رجل سمح ليقوله أي رجل يحب شنو الكلام اللي يلقى عليه كلام سهل لطيف حلو بدون تعنوت بدون أوامر بدون شنو كلام موجه وأنا أطلب منك ونفذ بعد ذلك يعصب ويتأزم عليها كذلك أيضا السأل بدر أريد الزواج وأبي تاجر فأنا غير موظف كيف أحصن نفسي الله يوفقه نعمة أبوه تاجر الآن يشتغل بشركة أبو ويكون شغل منضبط يأخذ حتى دعم عماله من الدولة وعنده شغل أبو الراتب كيف سيكون الراتب تحت رئيس الشركة لهم والده سيعطيه راتب ممتاز ونبدع ما يكون وتوفق أي إنسان عنده والد تاجر أنا أقول عجل بالزواج الحمد لله لربما الكثير من الشباب ينتظر الوظيفة عشان يتزوج أنت الآن أمامك وتحديدك الوظيفة بل بعد عمر الله يباركه والدك فأنت الآن ماذا عندك عندك شركة تحديدك وأموال تزوج و بادر والأمر سهل أسأل الله أن يرزغنا اللي رزقك إن شاء الله والله بعضهم دكتور يعني بعض التجال ممكن قد يبخل البعض منهم على أبنائه هذا الأمر هذا الأمر موجود كلامك صحيح لكن هنتكلم تعين بشركة والدك تعين بالشركة وحتى لما الوالد يعطيك مبلغ أنت من تعمل عمالها بالدولة رح يعطونك مبلغ و رح تتوفق و الله يبارك لك بإذن الله عز وجل السائل دكتور محمد يقول تزوجت بنت عمي بناء على رغبة الأهل نعم و بعد فترة شعرت أني ما قدر أستمر في هذا الزواج تباعد فكري و ثقافي و ما في قبول كيف أقنع أهلي بالطلاق أنا والله ما أقنع لك أنا أقنعك أنت الآن أنت أيها السائل على قضية شنو التوافق الفكري اللي تبيه يعني بعض الشباب يقول أنا أكلمها بالسياسة ما تستجيب لي إذا مو طبحها أكلمها بالرياضة ما عندها ميور رياضية إي نعم مو شرط أنا أكلمها و الله عن السفر إيه شنو تحب القراءة و الرسم كمبيوتر قضية التوافق الفكري خلينا ننظر النبي صلى الله عليه و على آله و سلم حتى مع زوجاته ولا مبناته هل كان يكلمهم بأمور الشريعة ترى بالنادر لا يعني أن يكلمهم قليل جدا و في الغالب الغالب ما يكن يكلمهم يعني بين الزوج و الزوجة الزوجة تريد أن تشعر أنها أنثى و الزوج يريد أن زوجتها تعطيه شنو بالأمور الجميلة تشعره كأنه رجل لكن أنا أقعد أنا دكتور خلق نقول بالشريعة و زوجتي دكتورة على سبيل المثال بالكيميا هل لما نجلس هي تكلمني بالمحاليل و الأحماض و إلا أنا أكلمها في قواعد فقهية و أصول الفقه الشريعة لا إذا فيه سؤال ديني جاوبتها إذا و الله قعد يقول له شنو الماي القلوي تقول لي معلومة بالسهل فبعض الأزواج يقول توافق فكري و الله توافق فكري بالدوام اقعد مع العمل و الإدارة حاتهم عن شنو أموركم و أنتو اللي خاصة فيكم أما في البيت قضية توافق فكري ابعدوها يعني بعض الناس يظن أنه لابد أني أنا اللي أنا أحبه و شهادتي الزوجة لابد أن تكون كذلك حتى لو كنت أنت دكتور شريعة و هي كانت دكتورة شريعة ترحيان في البيت شنو يتكلمون أنا أمور أسرية صحيح زوجية رح حس أنت رحية ما هي دكتورة شريعة أنثة و أنت رجل أمامها بينكم الدلع وبينكم الضحك وبينكم المزاع و أيضا لما تقعدون في البيت يكون بينكم شنو الآمور الحبية فمثل هذا السائل اللي يقول أنا و الله ما حبيتها شنو ما حبيتها الحب يأتي بعد ذلك أن تعلمها شنو التي تحب و هي تعلمك شنو التي تحب تحيش و شيء بعد ذلك في أمر جميل و راقي و راع بإذن الله عز وجل طيب السائل لأبو جمال يقول مع مرور سنوات على زواجي بدأت أشعر بأن محبتي لزوجتي انتهت و صارت علاغتنا بها مجرد تعود هل يعتبر هذا شيء طبيعي؟ متوقع متوقع و النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل عمل شرة و لكل شرة فترة كل عمل فيه إقبال و اندفاع و إن إنسان شنو متشوق على الشيء هذا بأن زوج زوجتا شنو كان في أجساء جديدة بعد مرور زمان تقلبات يشعرون شنو بعدين الفتور أين التجديد في حياتكم بمعنى سافروا بمعنى تمتعوا في حياتكم بمعنى لا تخلون إن ارتباطكم شنو قضية إنجاب و الأنثى لما تقعد الأولاد تدريسهم الأولاد استعدادهم الأولاد الأولاد الزوج ماذا يمل بعد ذلك و فتور في القضية أنا أسمي كيف أنت تجددين و هو كيف يجدد عندكم خير و نعمة سافروا عندكم خير و نعمة أخذوا شاليه عندكم خير و نعمة أخذوا فندق روحوا عندكم خير و نعمة اطلعوا البر أيام لشتا عندنا روحوا سافروا حتى لو دول قريبة القضية كل عامل حتى الصلوات حتى العبادات حتى العلاقات لها حالة من الحدوء و الركود و الفتور أنا عجبوني اثنين من الأصدقاء كنا قاعدين بمطعم و يقول له أسبوع كامل ما بابا يشوفك و يقول له أسبوع كامل لأنه نتونا رجعين كنا شنو من سفر معهم فيقول لهم نحن مجابلين بعض صلنا عشرة أيام خلاص عطنا فتشة و كلام عدل فكرت فيها صح كانوا متشوقون حق بعض لما يبتعدون يرجعون عندهم سوالف على الأقل و أحيانا الزوج شنو يكون لو سافر مع أصدقائك سبوع أقل أو أكثر أو هي تسافر مع أهلها لما يرجعون شنو يكونون تشوقين حق بعض الله يسلمك السهل سعد يقول توفي والد زوجتي قبل سنتين و منذ ذلك الحين أجواء البيت حزينة و لم تستطع زوجتي الخروج من حزنة أنا تعبت منها و منك آبتها ماذا أفعل لما نفهم النظر الشرعية نجد حياتنا جميلة جدا ديننا لما جاءنا ما أمرنا بالأحزان الحزن مؤقت و ليس دائم مات أبوي نسأل الله المغفرة للجميع يرحم أموات المسلمين مات الأب نحسن عنه ثلاثة أيام ما بعد الثلاثة أيام خلاص انطلقوا الله سبحانه تعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا و أنتم العلون النبي صلى الله عليه و عليه وسلم لما مات ابن عم جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار أمر أولاده بعد ثلاثة أيام ألا يحزنوا لا يبكوا حتى ماذا ينطلقوا بعد ذلك في هذه الحياة إذن الأمر لابد أن يكون واضح عندهم فهي لابد أن تكون واضحة النظرة الشرعية و الناحية الاجتماعية العرفية لأن حزنها رح يسبب ماذا حزن على من على الزوج و على البيت و الكآبة فإذا فهمت النظرة الشرعية رح تسعد في حياتها بإذن الله عز وجل السائلة أسرى تقول أنا متزوجة حديثا كيف أقوي علاغتي بزوجي جميل جدا أنا أنصح باختصار الكلام كله أن تجلس أثنينهم مع مختص أسري يجلسون ذكر أو أنثى مع دكتور بالأمور الأسرية يقعدون يقولون كيف نكتسب المهارات التي تكلمنا فيها حلقاتنا هذه كيف نحب بعضنا بعض كيف نتعلق بعضنا ما الأمور التي تنصحنا فيها حتى ماذا لا نقع في الخطأ أو الزلل على بعضنا بعض أنا أنصحهم بحضور دورات أنصحهم بحضور عند مستشار أسري أنصحهم أيضا بالاكتساب من الآباء الأمور الجميلة في الحياة الزوجية بارك الله فيك طيب السؤال كذلك أيضا ناصر يسأل لم يسبغ لي الزواج وأعجبت بفتاة مطلقة معي في العمل ولكن أهلي يرفضون ارتباطي بها فماذا أفعل أنا والله ما أقدر أحكم على قضية القضية ننظر نحكم عليها ما سبب طلاقها ننظر إلى أخلاقها ننظر إلى مستواها الاجتماعي أيضا ومحيطها الاجتماعي ننظر أيضا هل عندها أولاد أم لا وفارق العمر بينهم حتى ماذا بعد ذلك نحكم أن تصلح أو لا تصلح أحيانا أنا من وجهة نظري أنا من وجهة نظري بعض الشباب لما يأخذ مطلقة امرأة شنو؟ واعية فاهمة ناضجة جربت الحياة ما تريد أن تقع في الخطأ مرة ثانية نظرت إلى الحياة الأولى مع الزوج الأول وطليقها اكتسبت مهارات وأمور وتوعت وكبرت في العمر فلما يأخذها إنسان بعد ذلك شنو؟ هي راح تعطي أجمل ما فيها لأنها تخاف أنها شنو تخسر مرة ثانية في حياتها فلعل المطلقة تكون أحيانا ماذا؟ هي السعادة لأنها تتكلم بعقل والعاطفة تأتي تباعا لها بعد ذلك السأل كذلك أيضا مريم تقول زوجي دائما يقارني بخواته وأمه بالطبخ واللبس والتصرفات ويذمني ويمدحهم شنو الحل؟ أحيان يمكن يبنى طاري سيد جافر على قضية المقارنات ما دخلت المقارنات في حال إلا أفسدت أنا لو يكفي عمل ونبقى نقارن تدخل منافسة إذا دخلت المنافسة أفسد الحياة فأنا نصح بالأثوان الأخيرة المقارنة منافسة والمنافسة ما تحسن العلاقات إنما تدمرها وتجعل الإنسان ينظر لنفسه بالزراء وبنظرة العيب وجلد الذات والعياذ بالله طبعا وصلنا معك دكتور إلى نهاية هذه الحلقة ونشكرك على الإجابة على كل هذه الأسئلة أسئلة الجمهور بارك الله على أن نلتقي فيك بإذن الله في حلقات جاية بعون الله نعم مشاهدي الكرام وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مساكن مستغرة كنا معكم ومع عظيفي دكتور راشد وعليمي للإجابة على جميع الأسئلة التي طرحت عبر إحسابنا في الإنستغرام إلى ذلك الحين في أمان الله ترجمة نانسي قنقر